موسيقى إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء باتفاق سلام أولي أبرم في مارس الماضي وأضاف بوتين في تصريحات له أن موسكو مستعدة لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لكنها تريد أيضا إزالة القيود المتبقية على صادرات الحبوب الروسية وحول أزمة الغذاء أكد بوتين أنه على الغرب أن يرفع من حصاره عن الأسمدة والحبوب الروسية إذا كان صادقا في رغبته لحل مشكلة الغذاء العالمية أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على شرق هذا البلد بل تشتمل أيضا على سلسلة من الأراضي الأخرى وأوضح لافروف أن الرقعة الجغرافية مختلفة حاليا حيث لم تعد تشمل فقط جمهوريتي دانسك والهانسك بل أيضا منطقتين خرسون وزابوريجيا في الجنوب وسلسلة من الأراضي الأخرى وأن العملية متواصلة بحزمة تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شعيجو قطاع القوات الغربية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا وأعطى وزير الدفاع تعليماته بزيادة كفاءة تدمير المسيرات فوق المناطق الحدودية الروسية فضلا عن التصدي للضربات الأوكرانية على المناطق السكنية والقرى المجررة قالت السلطة المحلية التي عينتها موسكو في منطقة خرسون التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا إن قصفا أوكرانيا ألحق أدرارا جسيمة بجسر أنتو نيفسكي الرئيسي في هذه المنطقة وكان الجسر هدفا رئيسيا للقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة واستخدمت كييف صواريخ عالية الدقة موردة من الولايات المتحدة في محاولة لتدميره أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونسك شرق أوكرانيا بفلو كيرلينكو أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب ستة عشر آخرون نتيجة القصف الروسي للمنطقة وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونسك أنه من الصعب تحديد العدد الضقيق للضحايا في مدن ماريوبول وفولونوفاكا مضيفا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير قتلت القوات الروسية ما يقرب من ستمائة وواحد وثلاثين مدنيا فيما أصيب ما يقرب من ألف وستمائة وستة وعشرون آخرون في منطقة دونسك قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية شارلز براون إن الولايات المتحدة وحلفاءها بدأوا بدراسة إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين في إطار جهود طويلة الأمد لمساعدة كييف في بناء قوة جوية مستقبلية وأوضح براون أن واشنطن وحلفاءها تريد خطة طويلة الأمد تتعلق بكيفية بناء قواتها الجوية وما سيحتاجونه في المستقبل جاءت تعليقات براون بعد أيام من تحرك لأعضاء في مجلس النواب الأمريكي يسمح بتوفير مائة مليون دولار لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة الأمريكية نقش وزير الخارجات الأمريكية أنطوني بلينكين ورئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا العديد من القضايا المختلفة ومن بينها استمرار المساعدة الأمريكية لدعم أجندة الإصلاح في مولدوفا وأمن الطاقة واستجابة تشيسناو الإنسانية لتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا كما تطرق الوزيران أيضا إلى إعلان واشنطن خلال منصة دعم مولدوفا التي انعقدت في عاصمة رومانيا بوخارست الخامس عشر من يوليو أن الحكومة الأمريكية تخطط بالتعاون مع الكونغرس لتخصيص 64.5 مليون دولار إضافية لدعم المرونة الاقتصادية لمولدوفا على المدى الطويل ولمساعدتها للدفاع عن سيادتها المرونة الاقتصادية لمولدوفا على المدى الطويل اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندر تفع إلى 4.897.000 لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي ووضحت الوكالة أن بولندا غادرها أكثر من 2.980.000 لاجئ عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفرين من بلادهم يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية اتهمت المفوضية الأوروبية وروسيا باستخدام الغاز سلاحا ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري دعاية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل وطلبت المفوضية الأوروبية من أعضاء الاتحاد خفض الطلب على الغاز طوعا في الأشهر الثمانية المقبلة من أجل تجاوز تقليص الإمدادات الروسية وتنص الخطة التي عرضتها المفوضية وتناقشها الدول الأعضاء على ضرورة أن تبذل كل دولة الجهود الممكنة لخفض استهلاكها الوطني للغاز بما لا يقل عن 15% بمعدل وسطي بين أغسطس 2022 ومارس 2023 مقارنة بالمعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة خلال الفترة ذاتها ترجمة نانسي قنقر أعلنت السلطات الفنلندية تجديد القيود المفروضة على شراء الأراضي للروس لضمان الأمن القومي من جانبه قال الممثل التجاري الروسي في هلسينكي أنطون لوجينوف إنه بات من اللازم الحصول على تلخيص من وزارة الدفاع الفنلندية لامتلاك الأراضي من قبل الأشخاص الذين لا يحملون جنسية دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الشركات التي يبلغ رأس مالها 10% أو أكثر والمملكة لمواطنين أو شركات من دول خارج الاتحاد الأوروبي ولفت لوجينوف إلى أن هذا الإجراء بمثابة حاجز إداري لعرقلة عمل الشركات ذات الاستثمارات الروسية التي تنشط بشكل خاص في شرق فنلندا